أزالت قذائف الأسد تحصد حياة المدنيين في الشمال السورية ستة أشخاص من عائلة واحدة ارتقوا اليوم في بلدة قسطون بريف حما جراء قصف مدفعيا طالتهم قذائفها القذائف سقطت أيضا على كل من كفرزيتا واللطامنا وقرى حصرايا وأبو رعيد وزيزون في حين سقط 16 شخص جراء قصف طال مورك وببيلا ومعشورين كما وأفد نشطون أن غارات جوية طالت كفرسجن وجبل الأربعين وخاشخون وزادت على السوء سوءا شمال البلاد هناك أهداف واضحة لهؤلاء في العمل على السيطرة على جزء من شمال غرب حماوة وأيضا جزء من جنوب غرب إدلب وظن هؤلاء أن المعركة سهلة وأنهم سيحققون أهدافهم خلال وقت قصير فوجئوا بمقاومة شديدة من فصائل الجيش الحر الذي توحد ضمن غرفة عمليات واحدة وأوقع حقيقة خسائر كبيرة في قوات النظام السوري قصف وغارات الأسد على الشمال السوري دفع المجلس الدولي للتخوف فعلا من كارثة إنسانية حقيقية تعصف بثلاثة ملايين مدنيا حشروا على مدار ثماني سنوات بمدينة إدلب كارثة خلفت مجزرة يوم أمس في محمبل طالت عشرين ضحية بينهم ثماني أطفال وفيما اتهمت الأمم المتحدة نظام الأسد بتعمد استهداف المشافي رغم مشاركة إحداثياتها مع أطراف دولية لحمايتها لا يخفى على ذي نظر حال المدنيين المترد هناك وهم الذين جعل ليلهم قصفا مخيفا ونهارهم نزوحا وفيما خلف القصف أكثر من ألف قتيل منذ بدء الحملة تقول تقارير إن القصف تسبب بنزوح ما لا يقل عن ستمائة ألف مدنية الأمس تم استهداف كذلك محطة المياه في منطقة معرة النعمان التي تخدم أكثر من مية وعشرين ألف من المواطنين السوريين هي حملة لقتل الشعب السوري ودفعه إلى المجهول اليوم الأمم المتحدة والعالم أجمع هو مسؤول عن هذه الجرائم جبهة حماء وبرغم القصف الكثيف والهجوم العنيف لم تتمكن قوات الأسد وحلفائه من اقتحامها وعلى الرغم من كون طائرات الأسد تسبح في سماء المنطقة صباح مساء غير أن عناصره باتوا بمرمى الفصائل وبينما طالت إصابات مباشرة تجمعاتهم لسيما في الحويز أجرت قوات الأسد بعض التغييرات بتكوينة ميليشيته الطائفية المساندة فيما يقول مراقبون إن الحل العسكرية فشل حتى الآن بوضع حل لما يجري في البلاد قصف متزايد على الشمال السوري يحاكيه تزايد سوء الحالة الإنسانية للمدنيين هناك فيما ينتظر من المجتمع الدولي أن يرغم الطرف الذي لا يقبل إلا بالحل العسكرية على الخضوع لحل سياسي ينهي مأساة البلاد لقناة الإخبارية علي تباب